ازايكم فيديو النهاردة على اللابتوب توحفى بصراحة واللابتوب دي اعتبر اخف وارفع لابتوب في مصر اللابتوب ده هو اسوس زينبوك سيرتين اس اوليد مبدئيا كده اول حاجة هتشدك في اللابتوب ده هو تصميم تصميم اللابتوب ده تصميم شيء جدا كمان لون اللابتوب مميز بيجي باللون الجري الملمس كمان بتاع الظهر كده بتاع اللابتوب بيبقى عامل زي السيراميك شوية كمان بيتشوف اللوجو بتاع اسوس الجديد اللي احنا نعتاد نشوفه الفترة الجاية كتير اوه على اجسز زينبوك وكمان خامات اللابتوب ده خامات ممتازة جدا لابتوب معدن بالكامل وده بيديك كود تحمل اعلى لو انت جيد بصفية على حواف اللابتوب كده من تحت هتلاقي اللابتوب رفاع جدا صمك اللابتوب واحد سنتي بس يعني حاجة كده كمباكت جدا كمان هتلاقي من النص كده فيه تجويف التجويف ده بيخليك تقدر تفتح اللابتوب بايد واحد وكمان المفصلة بتبقى سولد جدا وبتدعم كمان حاجة اسمها ايرجوليفت الارجوليفت ان انت لو جيت كده بصيت على المفصلة من تحت هتلاقيها بترفع جسم اللابتوب شوية طبعا بيبقى فيه مساحة تحت جسم اللابتوب دي بتساعد ان التبريد بيكون احسن بتساعد كمان لو انت بتكتب او بتشات كتير ان وضعية الكتابة بتكون اريح بكتير اللابتوب كمان من جوة بيبقى الكيبورد بتبقى لونها اسود كمان الكيبورد بتبقى الازرار فيها مريحة جدا الترافل ديستنس معقولة قوي الكيبورد نعمة جدا في الكتابة كمان الكيبورد بتبقى مضيئة ومضيئة تلات مستويات من الدول القبيل واللي هيبارك في اللابتوب ده وزنه واحد كيلو جرام مع سمك رفائع جدا نتكلم في واحد سانتي كساكنس اللابتوب رفائع جدا بورتاول جدا هيبقى سهل جدا في الحركة والحيال كمان في اللابتوب ده ان الرغم ان هو ساكنس واحد ساكنس واحد ساكنس واحد ووزن واحد كيلو بس ما اثرش خالص على المداخل ومخالج لو انت بصيت في الجنب اليمين هتلاقي مخرج يوسبي سري بوينت تو تايب اي كمان هتلاقي جنب الاوديو جاك الناحية التانية هنبص هنلاقي مخرجين طيب سي ساندر بورت فور طبعا ساندر بورت فور بيبقى ليه مميزات كتير قوي ان انت بتشحن منه اللابتوب شحن سريع كمان لو انت عندك اثنين سكرين فور كي تردت شغالهم في نفس الوقت لو انت عندك سكرين ات كي بيستبورت دي معاك بشكل كويس جدا كمان هتلاقي اتش ديم اي بورت لو الناس اللي هي بتفضل ان هي تكونكت اللابتوب لأي سكرين من عن طريل اتش ديم اي بورت كما ان اسوس رقم واحد على مستوى العالم في عجزة اللابتوب اللي بشاشة اوليد فانا حابي اقول لك ان اللابتوب ده بيجي بشاشة ممازة جدا شاشة اللابتوب ده بتيجي 2.8K 13 انش اوليد بكسافة بكسلات 2880 بكسل في 1800 كمان بكولر اكريسي واضح جدا بنتكلم في 100 في المائة ديس اي بس ري مجموعة الوان كبيرة جدا كمان بنتكلم في سطوع بيوصل معاك لحد 550 نيتس برايتنس مع كمان ان الاوليد بيقى فيها شوية فانكشن ان البلو لايت بيبقى اقل 70% من الطبيعي كمان لو انت بتقلل برايتنس على اقل حاجة اقل ما بتبطل حقيقية فيه كمان رسبونس تايم بتاع السكرين هنا بيوصل معاك لحد 0.2 ميلي ساكن وبالنسبة الاداية اللابتوب اللابتوب ده بيجي بروسسور من كور اي سبن الجيدة 13 13 55 نيون طبعا يقول لان اللابتوب ده بيروح اكتر لحت الباور سيفنج ان اللابتوب ده يقعد معاك فترة طويلة شغالة الرامات هنا كمان بيجي 16 جيجا رام من نوع LPDDR5 سراعات الرام هنا بتوصل لحد 5-2 ميجا هيرتز كمان الاس اس دي مميز جدا لانه هو جين فور سراعات الكتابة في الاس اس دي بتوصل معاك لحد 6000 جيجا بايت في الثانية اما سراعات القرية بتوصل معاك لحد 7000 جيجا بايت في الثانية وبالنسبة لكارت الشاشة بيجي ايريس اكس اي ايريس اكس اي طبعا ده بيبقى انتجريتد من انتل وده ان اللابتوب ده مش موجه خالص لفئة القلعية وعشان اللابتوب ده بيجي ايفو بلادفورم فانحابي اقول لك على شوية فانكشن وفيتشورز مهمة جدا زي مثلا اللابتوب ده بيجي من واي فاي سيكس اي كونكشن ستيبل جدا سريع جدا كمان مادقون بتكنولوجيا اسمها واي فاي سمارت كوننكت والتكنولوجيا دي بتساعد ان اللابتوب بيقدر يختار اكوا راوتر او اكو شبكة ويكوننكت على اوتوماتيك كمان الساوند سيستم هنا ممايز جدا من هارمون كاردين سماعتين كمان مدعوم بسوفتوير من دولبي اسمع كده الصوت والمايك هنا كمان بيدعم خاصية اي اي نويس كانسليشن ودي بتساعدك جدا لو انت بتعمل مكالمات فيديو كتير او اجتماعات اونلاين كتير لو انت جنبك دوشة او حاوليك ناس بتتكلم الاي اي نويس كانسليشن بتعزل كل الدوشة اللي حاوليك دي تماما والبطارية كمان بتيجي تلاتة وستين وقت اوار كباستي معقولة جدا البطارية هنا يعني ريكميند انها تقود معاك لحتة تمن ساعات شوق وعشان تشغل كل الحاجات اللي احنا قلناها محتاج سوفتوير دايما اسوس بتعتمد في كل عجازتها على ماي اسوس ماي اسوس اختراع اسوس بتعمل فيه كل حاجة حرفيا يعني مثلا ممكن تغير المراوح او سرعات المراوح بيزدى على استخدامك يعني لو انت شغل شغل خفيف مش محتاج فيه ان المراوح هتشغل معاك باكس سرعة فانت ممكن تشغل silent mode اما لو انت شغل مثلا graphics او بتعمل حاجة عالية شوية او multitasking فانت ممكن تسويتش لحد balance mode اشتغلت اعلى حاجة او محتاج اعلى performance فانت ممكن تشغل performance mode في performance mode الاداء بيوصل معاك لحدة اربعين في المئة زيادة من ماي اسوس كمان بتتحكم في AI noise cancellation بشكل حلو جدا يعني مثلا لو انت قاعد لوحدك بتعمل video call وعايز صوتك بس اللي يظهر فانت ممكن تعمل حاجة اسمها single presenter mode ولو انت كذا واحد او اتنين قاعدين بيعملوا video call وانت عايز الصوت الاثنين دول بس اللي يظهر بتعمل حاجة اسمها multi presenter mode كمان في ميزة جديدة في ماي اسوس في اللابتوب بتحديد ان انت ممكن تعمل AI noise cancellation كمان في اللي سبيكر يعني لو انت بتكلم حد او شخص مسلا بيكلمك من برا وهو جنبه دوشة انت ممكن كمان تتحكم ان انت تاعزل الدوشة اللي عنده هو ومن ماي اسوس تتحكم في الصوت الصوت في شوية moods كده انت ممكن تعمل customization للصوت ممكن تعمل moods مثلا لو انت تلعب game تعمل gaming mode تفرغ على فيلم تشغل movie mode تسمع music تعمل music mode كمان لو انت الصوت حسه قليل او حس ان الصوت مش اعلى حاجة ممكن تعمل حاجة اسمها sound booster اسمع كده معايا الفرق موسيقى وزي ما اسمعت الساوند بوستر انه بيعلي الصوت اكتر من المية في المية اصلا فيه كمان حاجة مهمة جدا اسمها OLED Care OLED Care دي هنشوفها في كل الكمبيوترز ال OLED وده كمان بتلعب على ايه ان هي تقلل نسبة ان يحصل اي burn in وده شوفناها او سمعناها مؤخرا على ال OLED بيحصل ايه بيحصل حاجة اسمها pixel refresh او بيحصل حاجة اسمها pixel shift كمان لو انت مش محتاج ال task bar ممكن تتحكم ان انت تلغيه خالص او تخفيه وانت مش بستخدمه طبعا كل الحاجات دي بتقلل ان يحصل اي burn in خالص وده يضيك عمر افترادي اطول للسكرين وده كمان فيتشرة حلوة او اسمها target mode لو انت مسلا عامل minimized task معين وانت عايز تفوكس على هذا ال task ال target mode بيخلي كل الحاجة اللي حوالي ال task دي مختفية مش باين او بيعمل عليها shadow وده كان كلام ده عن زينبوكس 13S OLED قولنا كده رأيوكم ايه في اللاب توب ده عجبكم او لا كمان لو انت عندكم ايه اسئلة او سفسرات سبوهنا تحت في الكومنس هرد عليكم ان شاء الله ولو مش هعمل اعمل معنا عشان يجي لك كل الفيديوز جديدة ان شاء الله الفترة جاية هشوفك في فيديو جديد سلام